انا كابتن انا بعتذر طبعا عن الموقف اللي حصل في الموتش مباريح من جمهور المحلة ومن اي موقف حصل من اي لعيب بس طبعا حضرنا زابتن لو تعرف اللعيب بيبقى في الملعب طبعا بيبقى فيش اختيات تانية خالص في الملعب والواحد بيبقى في رده في الملعب غريب كل ذا يعني مفروض النفس تواثر اللعيبة والله في الملعب لان احنا طبعا الجمهور والضغط والدنيا كلها فده يعني ده خارج عن ارادتنا خالص لكن احنا بعد ما شفنا الجون بعد كده في الموتش اعترفنا ان هو جون وما كانش ينفع ان احنا نعترض وكل ده لكن احنا لو كنا نعرف في الملعب ان هو جون والله تفت ان احنا ما كنا نعترض ولا كنا نعمل اي حاجة من اللي انا عملنا ده يعني لو عادل زمن يا احمد بالكرة دي وانت كنت شفتها دخل الجون وهي طلعت هل تمتلك الشجاعة كافية ان انت تروح برغم الاعتراض والتشويش اللي حصل ان انت تقول للحكم لا الكرة جون كنت قدر كافة ان اقول له اي لعيف في ناد غز المحلة لان ناد غز المحلة يعني بيعلم ولاده من ولونا صغيرين على الامانة لان هنا مش ماء يعني مش هنقدر ان هنا نقبل بالموقف اللي حصل مبارح في الموتش ده طيب اسألك سؤال تاني يا احمد انت انت طبعا الصورة طبعا ما بتجذبش انت انت الاول توجهت للحكم وبعدين توجهت وطبعا انت عارف ان اللعيب قدوة اللاعب الجماهير بتمشي وراكو انتو اه طبعا انت لما رحت الحكم طبعا انت اللي رحت لواحدك الاول خالص وبعدين بعد ما كلمته بقوة رحت جريت على المساعد برضو انت اول واحد رحت هنا ورحت هنا مما يعني ان انت اللي كنت زي بتسموه الاجانب يعني ايه انت البداية اغضع عدرها كابتن الموقف يعني انا اولا ما توقعتش في حياتي ان الشبكة تبقى مأتوعة اه انا ما توقعتش ان الشبكة تبقى مأتوعة انا ما شوفتش بكورة غير وهي برا جنب الاعلانات كابتن غريبة كرة غريبة كابتن غريبة كرة غريبة ما قابلتنيش لو انا لعيب ولا مدرب الشيء التاني بس سؤالة كابتن انا اسف من المسؤول عن ان الشبقة معطوعة مش معطوعة لا التحكمة كابتن الحكم واللان زمان بينزولهم كابتن يشوفوا الشباك ويتمموا عليها وان كان في حاجة كابتن دي مش شغلة شغلة لاين زمان لازم يتمم ويتشوف يا كابتن ومن امت غز محلة شباكته معطوعة بالامانة دي لا عمرها معص عندنا لكن يا كابتن لاين زمان الحكم بيؤمر كل لاين زمان قبل الماتش بينزل يتمم نزل الملعب قبل الماتش بعد دي انا ما شفتش لان انا كنت جواه القوضة ما بطلعش اه عشان اكون صار لكن يا كابتن هو المفروض ينزل قبل الملعب مسطم ويتو النزل السخن وينزل يتمم على الشباك يتمم على اور المأمن يشوف النس اللي نجوا اللي خالوا الملعب كلها ؟ المناس اللي ضخل أم مجدش عارف دول مين من ناس دول محال من ناس اللي موجودة دول ملعب مش عارف مين دول ودخلوا ازاي كابتن ولاني قريب مين مدخل مين من جنبنا من البلاد كابتن شغلة ما تعرفش انت بتلعب فينا كابتن طيب انا عشان اطلع احمد من التليفون احمد انا عايز بس اسألك سؤال اخير يعني احنا الصورة وفقا للجنة المسابقات شافت ان انت كنت المحرك الاول لكل اللي حصل ان انت روحت بشكل طبيعي ما نمشي الجانب الاخر ان انت ما شفتش الكورة وكنت راح بتعترض بشكل طبيعي وعندك قناعة انها ممكن تبقى بر ما بنقش دي بنقش الواجه الاخر ان الكورة جون وامام لجنة المسابقات انت اللي بدأت الحكاية مع الحاكم ومع المساعدة دوك مبارتين النهاردة شايف ان ده في ظلم لك يا احمد طبعا انا كافت ان انا في الاول بنفس الامانة اللي احنا بنطلبك بها بعد كده طبعا انا كافت ان في الاول بتقبل اي عقوبة لان لجنة المسابقات هي اللي بيتدري المسابق او ايه اللي شايفة كده لكن انا بجده كابتن انا مظلوم في الموضوع ده ان انا توقف مطشين وغرامة مالية لا انا يعني ده ظلم بالنسبة لي طب كانوا ممكن يعملوا ايه اثر علي واثر علينا دي كان يعملوا زي شو كان ممكن يعملوا ايه يا احمد بالنسبة لك يعني لما انت تكون مكان للجنة ويشوف ان انت اللي حركت الاحداث اللي قلبت مصر كلها كان يعملوا ايه تفتكن من وجهة نظرك لا كان يحطوا نفسهم مكاني يا كابتن يعني كان يحطوا نفسهم مكاني بس وكان يعني يعني لازم كانوا يحطوا نفسهم مكاني ويرقفوا بالحالة اللي انا فيها يعني اي العس موكفي كان يعمل كده صعب يا احمد ان انت بتطلبه ده جدا لانه في النهاية لو احنا سبنا كل واحد نقدر الامر انه حط مكاني انا النهاردة متنرفز قتلته واحد احنا بنستبيح لا لا طبعا انا قلت اكس الاول خالص انا متقبل اي عقوبة وانا بعتذر على اللي حصل مني وانا بعتذر في اسم جمهور المحلة كله يعني الجمهور العظيم اللي كان بيشجع من اول المصر على الاحداث اللي حصلت ده وان شاء الله ان شاء الله اما غزل المحلة يرجع يلعص الملعبه تاني الامور دي مش هتتكرر تاني ان شاء الله يا احمد وتمنى لك كل التوقف